موسيقى أنا سعيد أن أرسل هذه الرسالة لجمعية الكوبتك أورفنز في عامها الثلاثين وفي خدمتها المتميزة في كل مناطق مصر هنا وأنا أتلمس مع هذه الخدمة في عملها وفي دورها وفي مساعدتها للأسر ومساعدتها من خلال الكنيسة في تربية أبنائها وبناتها العمل بيهتم تحديداً مش برعايتهم في الأكل والشربة بس لا بيهتم أنهم يتعلموا وده شيء أساسي وفي نفس الوقت لتكوين شخصية مسيحية متكاملة نافعة للأسرة ونافعة للكنيسة ونافعة للوطن كله كل سنة وهيئة كوبتك أورفنز بكل خير وكل تلاتين سنة وهي بكل خير وبركة وعايز بس أقول الآية الجميلة الديانة الطاهرة النقية عند الله الآية هي هذه افتقاد اليتامة والأرامل في لقتها وحبز الإنسان نفسه إلى دنس من العالم منهم ناس كثيرة في الجامعة في الصنوية في التعليم الابتدائي والأعدادي كرعاية تعليمية هذا بالإضافة طبعا للرعاية الصحية النحية النفسية والتكوين الشخصية بالنسبة لهم ويمكن نظام المشروع نفسه كان جميل أنه هو في تخصص أو تركيز كل متطوع لعدد معين من الأسرة يصرني أن أهنأ مؤسسة كوبتيك أورفنس بالعيد الثلاثين لتأسسها يعني اللي فقدوا الأب أو الأم بنهتم بتعليمهم والاهتمام بالتعليم ده بنعتبره أحسن استثمار في حياة الشعوب والمجتمع والكنيسة التعليم بيغير كثير من عقلية الإنسان ونفسيته وشخصيته طبعا إحنا مبسطين خالص بنهارده بيقولونكم معنا ويعني خدمتكم دي خدمة منيزة واللي إحنا بنشوفه واللي إحنا بنسمعه يعني فعلا أنتوا تستحقوا أنه ربنا يقولكم كنتوا جوعانا فأطعمتموني كنتوا مريضا فأزرتموني ويعني محبتكم كبيرة في الخدمة ربنا يساعدكم ودايما نسمع عنكم كل خير وابدنا معكم جميعا شكرين محبتكم يا ابن عيد تاني ونقول ألف 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 مبروك ربنا يبارك في كل عمل من أجل مجد إسم الله ربنا يبارك فيكم وكل سنة وانتوا بايبين وربنا يدينا أيام كلها باركة وفرح وسلام تلاتين سنة ده بيديكم نوع من المصداقية الكبيرة أمام كل الوقتان من نجاح إلى نجاح ربنا يبارك تعبكم ومحبتكم وخدمتكم ودايما نشوفكم نجحين وتفرحوا بصمات كتيرة من أولادكم وقناتكم اللي بيكبروا ويوصلوا لغاية مراحل التعليم لغاية الجامعة ويتخرجوا ويشتغلوا وهذا كله يساهم في بناء المجتمع وفي سلام المجتمع تهنأتي وفرحتي بكم جميعا شكرا